بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرير ارتحال القطب المغناطيسي لهذا الشهر في يوم 17-10 وهي أحدث البيانات التي الموجودة في محطة قياس المغناطيسية في أنحاء العالم وكنت أتوقع تباطعا طفيفا في التصارع نظرا لخروجنا من الاستفاف الأمامي لكن الزيادة كانت مفاجئة في التصارع وما زالت تحافظ على نفسها بنسبة بزيادة طفيفا وذلك بسبب زيادة دفع المغناطيسي من القطب الشمالي للكوكبد الدنب لقد تحركنا 500.09 في هذا الشهر ولا يزال يتجه نحو سيبيريا بقوة حيث أن نتقدم القطب الشمالي للمغناطيسي 500.9 أي ما يعادل 8.192 كم 8 كم 192 مترا بزيادة بنسبة 21% تقريبا حيث كانت من قبل 20% لقد زادت سرعة هجرة الأرض رغم ابتعادنا عن المحادث الأمامية ودخولنا في شهور الإخفاء التي كنت أظن أنه سوف قد تنقص نسبة الارتحال في هذه الشهور نظرا لابتعادنا كما قلت عن المحادث الأمامية واختفائنا وراء الشمس ولكن تزايدت وتتزايد أيضا علامات الاضطرابات الشديدة للمجال المغناطيسي حيث أنه سجل انتباجات جد قوية لم تصل على ما أظن رغم إخفاء الممنهج للبيانات في الرابط الأصلي والرابط البديل كذلك لمدد طويلة فالمجال المغناطيسي للأرض يتعرض لاضطرابات جد شديدة وبشكل ملحوظ وبدأنا نراها فجأة في الدين المغناطيسي للأرض ولم يتبقى أمامنا سوى 83.54 ميلا للوصول للعلامة 40 درجة أي ما يعدل ما يعدل المئة و33 كيلومتر تقريبا ويتبقى أمامنا كذلك 16 شهرا للوصول إلى هذه النقطة الأربعين درجة في حالة كان متوسط سرعة التقدم هو 5.9 ميال في كل شهر لكننا نلاحظ أن هناك فرقا طفيفا بين الشهر الماضي وهذا الشهر بين الارتحال للشهر الماضي والارتحال لهذا الشهر الوقت المتوقع للوصول إلى النقطة أو لعلامة 40 درجة تقريبا هو الأسبوع الثالث من يناير 2023 مع هامش خطأ يبلغ 11 ميلا ونصف لكن هذا ليس صحيحا هذا ما هي إلا عملية حسابية عملية حسابية بسرعة بهذه السرعة سرعة خمسة أميال فاصلة مقسمة على عدد الأميال المتبقية تعطينا الشهر المتبقية ليوصول إلى نقطة 40 درجة لكننا إذا كلما تصارع الارتحال كلما قلت الفترة ونحن نعلم أنه سيتصارع وأقرب موعد للوصول إلى العالمة 40 في حالة زيادة التصارع هو الأسبوع الثاني من نوفمبر 2022 أي 13 شهرا حسب ما بين 16 شهرا إلى 13 شهرا وأنا أظنها قد تكون أقل من 13 شهرا إذن فارتقب إنهم مرتقبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته